مجال التحكيم هو مجال خلينا نقول أول ما بتديت اهتمامي في القانون هذا كانت نقطة الصفر، هذه كانت نقطة الاهتمام أنهن اللي بيثقوا أكتر بالمحكم الرجل عن مرأة استراتيجيتي أني أنا أركز على الجوانب الإيجابية كيف ممكن مكتب المحامة والاستشارات القانونية يطور من نفسه؟ قدرت أني أنا تكون عندي الخبرة العملية قبل النظرية في مجال القانون وبالأخص قانون الشركات، الهدف ما كان ممكن يكون معقول أو موجود إلا بتشجيع المحامين الإماراتيين اللي كانوا حولي كان فيه شك، كان فيه خوف، ولكن الحمد لله يوم عن يوم قدرت أتغلب عليه أهلا وسهلا فيكم ضيفتي اليوم أثبتت أن المرأة الإماراتية قادرة تكون بكل المجالات داخل الدولة وخارجها خبراتها المتعددة ساعدتها بأن تأسس مكتب استشارات قانونية خاص فيها وهي واحدة من المحكمات والوسطى المستقلات القلائل في دولة الإمارات معي فاطمة بالفقيه وهي الرئيسة التنفيذية لمكتب بالفقيه للمحامة والاستشارات القانونية وحلقة جديدة من برنامج طموح أهلا وسهلا فيك معنا فاطمة اليوم بهاي الحلقة بشرفنا حضورك ومثل ما ذكرت حضرتك كنت رائدة بعدة مجالات نحكي شوي عن بداياتك وكيف بديتي لحتى وصلتي لمجال المحامة شكرا جدا على الاستضافة أنا أول ما بتديت مجال العمل بتديت نفس أي خريج جديد كنت متخرجة من باكالوريوس إدارة أعمال بتخصص بالاقتصاد من جوعة زايد في أبوظبي ودخلت سوق العمل في عدة أماكن حكومية وشبه حكومية خذتني مسيرة العمل لأني أتخصص في مجال العقود والمشتريات أتخصص في مجال العقود والمشتريات في أول كم من سنة فهمت الأساسيات فهمت طبيعة ترسية المناقصات وفهم المشاريع الإنشائية أو التجارية وكيف نتعامل مع الموردين بعدين قررت أني أنا أخذ مجستير في إدارة العمال أيضا من جامعة زايد المرة الثانية ومن ثم بدأ يجيني فضول في مجال القانون لأنه شفت أنه فيه انسجام وتكامل بين مجال القانون ومجال التجاري من ناحية كتابة العقود من ناحية المفاوضات ومن ناحية فض وحل النزاعات سواء استباقيا ولا لاحقا فمنها قررت أني أنا أدخل في مجال التحكيم التجاري من عقب التحكيم في 2015 تقريبا خذيت شهادة التحكيم الأولية كانت من غرف التجارة في دول الخليج العربي ومن ثم قررت أني أنا أدخل بشكل كامل في المجال القانوني وأنضم ثاني مرة إلى مقاعد الدراسة بعد ما كملت 15 سنة في مجال العمل ودرست باكالوريوس القانون طب شو كانت يعني ردة فعل الأشخاص اللي حواليك لما قالت أنت حترجع إلى مقاعد الدراسة وحتى أنت حضرتك كشخص يعني ما حسيت الموضوع صعب شوي وفيه وهيك تحدي كتير كبير وأنا ممكن أفشل فيه أو ما أقدر أكمل كنت في أول فترة جدا متوترة لأن حسيت نفسي كبرت أني أدخل مع خريجين من الثانوية أنضم إلى مقاعد الدراسة مع خريجين ثانوية وأدرس من أول وأبتدي نوعا ما من الصفر في مجال نفس ما تفضلتي ممكن أنجح فيه ممكن أفشل فيه ولكن للأمانة الوالدة كانت جدا دعمة لي وأيضا الوالد والوالدة قالت لي كلمة تمت معايا قلت لها يعني على بول ما بخلص دراسة أحس رح يكون يعني كبرت وايد في العمر أربع سنوات وبخلص شهادة المحامة قالت لي العمر بيمشي في كل الأحوال فسوي شيء أنت مقتنعة فيه وحابته فمنها اللي قررت أني أنا أخذ الخطوة هذه بتأكيد وجرأة أكبر يعني حضرتك ذكرتي أنه لقيت المجال اللي أنت بتحبيه بعد كل هالسنوات اللي هي بعد ما كان عندك شكلتي خبرات بمجال آخر اللي هو مجال إدارة الأعمال اللي نقول طيب أديش فادك الـ background طبعك بإدارة الأعمال لحتى أنت تأسسي مكتب خاص فيك قانوني ويعمل بدولة الإمارات أثر بشكل جدا كبير لأن قدرت أني أنا تكون عندي الخبرة العملية قبل النظرية في مجال القانون وبالأخص قانون الشركات قدرت أني أنا لما أدرس أو أتعلم مبدأ يديد في قانون التجاري أفهم تطبيقه فعليا على أرض الواقع كيف بيكون وشو التحديات اللي واجهها الأطراف في النزاع وقدرت أيضا أن أشكل استراتيجية مكتب المحامة أني أنا أفتح مكتب محامة متخصص في مجالات التجارة بما فيها الإجراءات الحوكمة وإجراءات درء المخاطر وتجنب النزاعات بالإضافة إلى حل النزاعات سواء هو عن طريق التحكيم أو عن طريق التقاضي فشكلي استراتيجية نوعا ما ممكن في ناس يتوصلوا لها بعدين بعد سنوات من الخبرة بس أنا قدرت أن أختصر الطريق على نفسي في مجال القانون طيب لنفسر شوي للمشاهدين يعني أنتوا حضرتكم متخصصين بقضايا الشركات قضايا الشركات صحيح نحن متخصصين في قضايا الشركات في المعاملات التجارية بالأخص في مجالات الحوكمة على فرض لو أحد عنده بزن سيديد معارف كيف يرتب الإجراءات الداخلية عنده لإدارة هذه الشركة نحن ممكن نساعدها فيها صياغة العقود العقود النموذجية هذه من ناحية الاحترازية أما من ناحية فضل النزاعات بعد نشوء النزاع نقدر أننا نساعدهم على دراسة المطالبة ننصحهم فيها نعطيهم استشارات قانونية فيما يختص في النزاع اللي ننظر فيه بالإضافة إلى تمثيلهم سواء في المحاكم محاكم الدولة وإحنا الحمد لله في الإمارات عنا محاكم متنوعة سواء هي اتحادية أو محلية أو أيضا محاكم في free zones أو في مناطق حرة مثل مركز التجاري المالي التجاري في دبي دي ايف سي وسوق أبوظبي التجاري العالمي بما أنك ذكرت أنه بالإمارات تار في محاكم متنوعة الاختصاصات كيف ممكن مكتب المحامة والاستشارات القانونية يطور من نفسه بهذا المجال حتى يقدر يواكب كل هالتطور السريع لبالإمارات لازم على كل محامي أو شخص مختص في مجال القانون أنه ما يوقف بس مني ياخذ ليسا المحامة يقول خلاص أنا وصلت وصرت محامي شغل المحامة هو عبارة عن والقانون بشكل عام هو عبارة عن علم مستمر بحث مستمر دراسة مستمرة وتطوير مستمر لازم يستثمر المحامي في نفسه في توسيع مداركة خصوصا بالتشعبات اللي احنا نشوفها في دولة الإمارات استراتيجية دولة الإمارات من ناحية التجارية والاستثمارية جدا متقدمة ولازم احنا نواكبها ونعطي هذه الخدمات للسوق ونعطيها على مختلف المستويات لازم يكون عندنا مكاتب المحامة الدولية ومكاتب المحامة المحلية ومكاتب المحامة المتخصصة عشان تكتمل عندنا المنظومة القانونية طيب حكينا على كمان حضرتك محكمة دولية أصبحت شو هذا الشيء يعني لك أنك تكوني امرأة إماراتية ممكن أنه هي تحصل على هذا النوع من الألقاب لنقول كمحكمة دولية مجال التحكيم هو مجال خلينا نقول أول ما بتديت اهتمامي في القانون هذا كانت نقطة الصفر هذه كانت نقطة الاهتمام مجال التحكيم أنا أشوف أنه فيه نوع من البحث والدراسة المتعمقة شوي لأن المحكم يلعب دور القاضي المستقل واللي هو يبد فيه فض النزاعات بالنسبة للأطراف اللي هما يلتجون لهذا النوع من أنواع فض النزاع إني أنا أكون أول إماراتية أحصل على درجة الزمالة في مجمع الملكي للمحكمين اللي هو يسمونه كان هذا الشي مصدر فخر جدا كبير لي وما كان ممكن يكون موجود أو هذا الهدف ما كان ممكن يكون معقول أو موجود إلا بتشجيع المحامين الإماراتيين اللي كانوا حولي يقولوا لي لا إحنا محتاجين إماراتيات أكثر إلا يوم أنا شايفة أنه في دعم من الحكومة في دعم من القطاع الخاص والعام إن الواحد ممكن أنه يستمر في تطوير نفسها في هذا المجال وقدرت الحمد لله أني أنا أستحصل على هذه الشهادة الصادرة من بريطانيا وبناء عليها قدرت أخذ أو قدرت أعطي الأطراف نوع من أنواع الاطمئنان إن المشورة اللي رح أطيهم إياها في مجال التحكيم واصلة على مستوى عالمي معين وتواكب أي وتواكب أي استشارة يعطون إياه أحد المكاتب الأجنبية أيضا فهذا الشيء كان جدا ضروري بالنسبة لي وكان جدا فخورة في تحقيقها ولهيك أنا بدي أسألك هل أحيانا بتواجه صعوبات لما بيجيكي أي شخص عنده فعلا قضية وبدو يلجأ لك بس لما بشوف أنه امرأة أحيانا كتير في هذا التمييز لسه موجود بالنسبة لبعض الأشخاص وبعض مثلا الأصحاب الشركات أنه هم يثقوا أكتر بالمحكم الرجل عن المرأة فشو رأيك أنت بها الموضوع؟ نحن في مجال التحكيم مما لا شك فيه دوليا أصلا في مجموعات متخصصة تنادي في وجود أو للمرأة في لعب دور أكبر في مجال التحكيم مجال التحكيم من المجالات اللي خلينا نقول متأخرة في إدخال المرأة في مشاركتها في هذا المجال ولكن فيه تطور في نفس ما قلت لك مجموعات تساعد تشارك في هذه الأمور المراكز التحكيم في الإمارات لعبت دور جدا كبير ومهم في مشاركة المرأة العربية والإماراتية والأجنبية في مجال التحكيم أيضا هل كان فيه صعوبات؟ أكيد إلا ما في كل مجال فيه نوع من أنواع الصعوبة ولكن استراتيجيتي أني أنا أركز على الجوانب الإيجابية عشان نقدر أن ندفع عجلة التغيير إذا كلنا قلنا فيه مشكلة في هذا أو ما فيه حريم كفاية أنا شو ممكن أسوي عشان أحل هذا الموضوع بدل ما أقعد أقول بس أنه فيه مشكلة فابتديت فعلا أني أنا أخذ على عاطقي بشكل عملي أني أطور أني أول شيء أستجذب كفاءات إماراتية وإقليمية في مجال التحكيم وأساعدهم في نحطري لهم على الطريق الصحيح نفس ما يقولون وأساعدهم يبتدون مسيرتهم العملية في مجال التحكيم بالإضافة إلى عملي مع الجهات الدولية والمجموعات الدولية اللي قلت لت عنها في زيادة الوعي والمعرفة في مجال التحكيم من ضمن مجموعات المحاميات الإماراتيات والمحاميات الخليجيات بشكل أم طيب حضرتك رئيسة المكتب محاما رئيسة تنفيذية لمكتب محاما بدايتك بهذا المكتب أو تأسيسك لهذا المكتب هل كنتي عندك مشكلة بالتمويل عندك مشكلة لنقول الفوندينج لهذا المشروع أنك تبلش فيه وتكوني مؤسسة فعلا لمكتب خاص فيك؟ من نيب رح نيجي نحن نرجع لسؤالتك الأول اللي سألتيني كيف أثر جانب إدارة الأعمال في نتحقيق النتيجة اللي أنا أحققها الحين مما لا شك فيه أن دراستي في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد أثرت بشكل كبير أني أنا أقدر أمول نفسي والحمد لله بنجاح ابتديت بشكل مبسط صغير الحمد لله كان بعد في أبوظبي كان فيه مبادرة من سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمرة أنه يقول الرخص في أبوظبي أول سنة سنتين ما لدعي مكتب أو ما لدعي إيجار مكتب استغليت هذه المبادرة وخذيتها وابتديت كان مكتبي أنا واللابتوب بس بعدين شوي شوي توسعت والتوسع كان بدراسة وبتخطيط مالي سليم معتمدة على دراستي الأولية في إدارة الأعمال والحمد لله قدرت أني بخطوات سليمة وصحيحة أمول نفسي في هذا المشروع طيب هلأ رح ننتقل لفقرة اسمها فقرة الصراحة لازم جاوبيني بأجوبة سريحة ومباشرة شد بالنسبة لعملك بالمحامة هل ندمتي يوما أنك انتقلتي من مجال اللي له علاقة بإدارة الأعمال أو كموظفة بواحدة من الشركات لصاحبة مشروع في البداية كان عندي شك كان فيه خوف أني أنا أنجح أن الواحد يطلع من وظيفة حكومية وكنت الحمد لله متقدمة فيها وفي لي سمعتي فيها وأتركها وأروح أشق مطاق الأعمال أو مجال إدارة الأعمال ومجال يديد عليه كان فيه شك كان فيه خوف ولكن الحمد لله يوم عن يوم قدرت أتغلب عليه ندم كلمة كبيرة ما ندمت ولكن خلينا نقول خذاني وقت إليه قدرت مية بالمية أكون واقع من القرار اللي أنا خذيت طيب شو هي مواصفات الاستشاري الناجح؟ الاستشاري الناجح المواصفات مالتا ما تقتصر فقط على المعرفة التقنية عندها أو العلمية عندها لازم يكون هو عنده قدرة على قراءة الناس على التعامل مع العميل على تطوير الذات على الاعتراف مرات أنه في معلومة ما يعرفها وما عنده مشكلة يروح يبحث فيها حب المعرفة وحب التطوير هذه أشياء ضرورية أصعب أو استشارة وصلتك؟ أو أغرب استشارة؟ أغرب استشارة بدون ما أصرح عن أسرار العمل هو ما حتصرح عن الاسم أنت حتصرح عن القضية نفسها ممكن نقول يعني عادة لأننا نحن في نطاق إدارة الأعمال يعني يكون أحد يحاول يتملص من التزام مالي عليه مع أنه اللي يكون موقع العقد بس يحاول أن يقول لا ممكن أحد زور توقيعه ما عنده أثبات بهذا الموضوع بس عادة هذه القضايا نحن نحاول ما نمسكها ونحاولها على حد ثاني ممكن يتعامل بس هذه بتكون أغرب استشارة وصلتني متى بتقولي عن قضية لا ما رح أخذ هاي الاستشارة ما بتهمني إحنا عادة يمكن لأننا إحنا متخصصين والناس في السوق عارفين شو تخصصنا نادر ما تيجينا هذه القضايا ولكن تيجينا مثلا من قضايا جنائية من ناحية السب أو قف أو داخل الشركات لا لا برة الشركات هذه القضايا عادة نحن مش تخصصنا ونرفضها أمانة نحن مش متخصصين فيها ونحاولها على الشخص المختص اللي ممكن يمسكها ما فكرتش مرة توسعي من مجالكم؟ أنا الصراحة مع التخصص شيء أنا هذا أؤمن فيه الواحد مرات لازم يتشعب لازم يفهم لازم يكوني أوسع مدارك ولكن أنا أشوف قوة المكتب عندي في تخصصها طيب هلأ رح ننتقل لفقرة العلاقة بصفات الشخصية طبعا حضرتك وكم تتمتعي بكل صفة وقديش بتأثر على عملك بالنسبة للجرأة بكم بتتمتعي بالجرأة من واحد لعشرة لازم في مجال القانون والمحامة لازم يكون واحد يكون عنده جرأة قلتي من واحد ليه؟ لعشرة لعشرة بقول ثمانية ثمانية شو في موقف جريء قمتي فيه خلال العمل؟ يعني الواحد لازم خلال المرافعات في المحاكم مرات تكون توتر بس الواحد لازم يكون عنده الجرأة أنه يوقف ويترافع كيف بتتماسكي؟ شو هي نقاط القوة تبعك دائما بتكون هي المعلومات اللي عندك؟ دائما كل ما فهمت أنا القضية كل ما كنت واثقة أكثر من نفسي ولما السؤال ييجي من القاضي أو المحكم وأنا مش متأكدة منه لازم بعد تكون عندي الشجاعة والجرأة أني أنا أطلب أجل للنظر في الموضوع ورجع له هذا أيضا الواحد يعترف مرات أنه مشكل شيء أنا عارفه هذا بعد أن أشوفها يأخذ جرأة طيب الخوف من واحد لعشرة كم بتخافي؟ خوافة بس خلينا نقول ستة ستة من عشرة بتخافي أكثر يعني بأنك تبدأ إشي جديد أو تاخدي قضية جديدة أو شو ممكن يكون مجال الخوف اللي بتحسي فيه؟ الخوف أحس بموجود من مسؤولية الموظفين اللي عندي أتأكد أن الجميع لأنه لازم موظف يكون قاعد بعد في المكتب مرتاح مسؤولية القضية هي نفسها الخوف أن الواحد يمكن يكون قسر فيه شيء فهذه الأمور اللي أنا بالنسبة لي تسبب لي شوية خوف يعني بالحذر كم أنت حذيرة من واحد لعشرة؟ أظن الحذر والجرء شوية عكس بعض فالحذر يعني خلينا نقول حذر مدروس مش زيادة على اللزوم ولا أقل من اللزوم خير الأمور الوسط خمسة بالنسبة للمغامرة كم ممكن تغامري من عشرة؟ بعد مغامرة مدروسة بقول ثمانية لأن مجرد تركي من وظيفة مضمونة لمجال يديد كان يبالها شوية حس مغامرة فبقول ثمانية للتسعة أيضا طيب أنا برجع معناتها بسألك سؤال كرائدة أعمال كشخص عنده شغله الخاص هل برأيك لازم دائما رائد الأعمال يتمتع بهذا النوع من استفات؟ سواء الحذر المغامرة الخوف رياضة الأعمال يبالها شجعة لازم تكون أنت شجاع في النجاح وفي الفشل لازم ما تكون عندك مشكلة أنه في شيء ممكن تفشل فيه وكم من عدد من مواقف الفشل بتولد لك نجاح لأن كل تجربة فشل أنت قعد تتعلم منها تقدر تأخذ الدروس المستفادة منها وتتفاداها المرة الجاية فأنا أشوف أن الخصلة الرئيسية في رياضة الأعمال هي الشجاعة طيب حننتقل هلأ لفقرة كمان نسألك شوي عن تواجدك على السوشل ميديا لأنه بنعرف صارت هي أساسية لكل مجالات الحياة ومجالات العمل لكن بمجال عملك أكثر منصة بتعتمد عليها وبتناسب شغلك أنا بالنسبة لي مواضيع التواصل الاجتماعي لازم الواحد يكون حذر طبعا مني يدخل عندي عقلية المحامي شوية أن الواحد لازم يكون مسؤول عن الكلام اللي يكتبه عن التصريح اللي يعطيه وأنه يتأكد أنه مطابق للقانون فوجودي في السوشل ميديا خلينا نقول مركز بشكل أساسي في اللينكتون لأن أنا كمكتب محاماة أنواع عندي مستوى معين من الحرفية وأتوجه فيه لأصحاب الأعمال اللينكتون معظم أصحاب الأعمال في عندهم حسابات فيه بدرجة ثانية الإنستجرام بدرجة أخيرة خلينا نقول الأكس أو ما كان يسمى تويتر من قبل بس أنا أشوف أن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي صار جزء لا يتجزأ من الشغل تماما لازم الواحد وحتى يعني حتى ينعرف هذا المكتب ويصير عنده زباين مية بالمية وصار لغة الحوار والتحدث دوليا يعني أنا كم مرة ييني تليفون من عمل بره خارج البلاد عندهم قضايا داخل محاكم أبوظبيا ومحاكم دبي يقولون يا الله إحنا شفنا لينكتون مالج أو شفنا الموقع مالج فمما لا شك فيه أنه من الضروري لرائد الأعمال أنه ينظر لهذا الموضوع بجدية ولكن لكل مقام المقال لازم تفهم أنت شو البزنس مالك وعلى أساسها تختار موقع التواصل الأنسب للبزنس مالك فيه بزنس يتوجب عليه أنه يكون مثلا موجود في التكتاك وفيه بزنس نفس بزنس مالي ومش بالضرورة أكون متواجدة على التكتاك نشوف كثير أنه حتى على الإنستغرام أو على فيسبوك صار كثير محامين وأشخاص لهم علاقة بالقانون بيعطوا نصائح وبيعطوا أفكار للأشخاص اللي هن العامة الشعب ممكن يستفادوا منها وممكن تكون ثقافية لهم معلومات ثقافية أو أشياء ما كانوا منتبهين لها فكيف تنظري لهذا الشيء؟ في عندي كم زميل وناس معروفين في مجال المحامة فعلا توجهوا التوجه وهذا شيء جدا ضروري اللي هو رفع مستوى الوعي عند عامة الجمهور في القوانين اللي تطبق على الأشخاص صحيح جدا ضروري وأنا أشوف يمكن خلينا نقول هذا بعد من أنواع الشجاعة أن الواحد يطلع نفسه على السوشال ميديا ويعطي هذه النصائح لأن في بعض من القوانين شفتهم أن أخواننا المحامين يعطونها ردود الأفعال من الناس في الكومنتس تكون أو في أماكن تعليقات تكون متفاوتة أحد يكون فاهم القانون أحد يكون ما عنده دراية كاملة في القانون ومش فاهم شو التسبيب ما له بس أنا أشوف أن هذه خطوة جدا مهمة ومحتاجين محامين فعلا يكون عندهم إلمام كبير في القانون وبعدين يواجهون الرصائل إلى عامة الشعب طيب نصيحة أخيرة للشباب والشابات الإماراتيات اللي حابين أنه يبدأوا عمل خاص فيهم أو يفتحوا مشروع بأي مجال كان حتى بمجال التقليدي لنقول مثل المحامة والهندسة شو هي أولى الخطوات اللي لازم يتبعوها؟ الاستثمار في النفس وأنه يتوكل يفتح أول خطوة هي أصعب خطوة أن الواحد يبدأ من تبدأ بعدين تنجح ولا ما تنجح هذا يعني على حسب وضع السوق على حسب عوامل فيها منك وفيها من برة مرات تتوفق وتنجح مرات ما يوالمك كل المهيئات عشان تنجح في هذه المرة ولكن لا تيأس وتحاول مرة ثانية إذا عندك فكرة تحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلىين تحصل الفكرة الأنسب لك خصوصا في مجال الأعمال التقليدي أحد يفتح مطعم أحد عنده فكرة خارج عن نطاق المحامة بس بالعكس في حاليا عندنا في دولة الإمارات مبادرات ومسرعات مهولة من الحكومة للشباب والشابات للتوجه إلى قطاع الأعمال والقطاع الخاص فأشوفها فرصة ذهبية للجميع أنه يقوم بهذه الخطوة سؤال أخير هل يجب على كل شخص حابب يفتح مشروع أنه يرجع لمكتب استشاري يكون دايما موجود معه على الخط لنقول إذا صار معه أي مشكلة أنا أشوف أن من الضروري على الأقل استشارة المبدئية لمكتب محامة أو استشارات قانونية في كيفية بناء الشكل القانوني الصحيح للشركة على حسب أي حجم كانت على أي حجم لأن للأسف شفنا قضايا بسبب مثلا ما فتحوا الشكل الصحيح للشركة كان رائد الأعمال نفسها اتعرض للمسائلة القانونية والمالية على فلوسها الخاصة ومش بس على الفلوس المنحصرة في المكتب أو في المشروع لأنه فتح الشركة كمؤسسة فردية وما فتحها شركة الشخص الواحد ففيه فرق وهذه الأمور ممكن أن الواحد يتلاحق عليها أو أنه يتفاداها من البداية ولا يخافون لأن عادة الناس يقولون أوه بنروح مكتب محامة بيعطينا سعر وايد كبير سواء عن مكتبي أنا أو من مكاتب الأخوان أيضا المحامين اللي أنا عرفهم في المجال في منهم وايد يعرضون عروض خاصة لأصحاب الأعمال اللي توهم باديين في المجال ما يعطونهم نفس الأسعار اللي هي تنعطى للشركات اللي خلين نقول كبرى أو اللي شغلها وايد أساسا أن نحن نساعدهم ونشجع بعد نقوم نحن بدورنا أن نشجع منظمة إدارة أعمال شكرا كثير لألك فاطمة بالفقيه على تواجدك معنا كانت حلقة جدا جميلة ومميزة شكرا جزيلا شكرا وأيضا مشاهدينا بتوجه بالشكر لألكم على المتابعة أو ما تنسوا تتابعوا قناة ومنصة المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وحملوا تطبيق المشهد لمتابعة كل حلقات برنامج طموح إلى اللقاء